بيبدأ الفيلم في عيادة نفسية ممرضة بتدخل قوضة ظلمة وبتبدأ تصور الأسرار اللي فيها فجأة ظل بيتحرك وراها وشخص غامض بيغزها في عينها بالسرينجة وبعدين الشخص بيحق نساء اللي أخضر في الممرضة وبيقتلها وبيخلي عينها يتغير لونها وبعدين جسمها بيتم سحبه وبعد فترة الدكتور سباستيان اللي شغال في العيادة بيقابل مدير المعهد علشان بحثه ما ظهرش فيه أي تقدم وبيقسم سباستيان إنه خلاص هيخلص لكن المدير بيقوله يظهر نتائج بسرعة وإلا هيخسر التمويل وفي نفس اليوم كيثي وصلت لعيادة علشان مقابلت شغل الممرضة كاسيدي اللي شديدة جدا مع جبهاش السيفي بتاعها وسباستيان سألها كام سؤال علشان يتأكد من معلوماتها وبعد ما كيثي جوبت صح ووعدت كمان إنه عمرها ما تطلع أسرار عيادة الدكتور اتوظفت وبعدين قدوا كيثي يونيفورم ونيرس اسمها باولا وقالت لها إن اللي قاب لها ما قاعدش فترة طويلة باولا أخدت كيثي لجولة في المكان ووريته لها وقالت لها إن كاسيدي دي بنت سباستيان وإنها كانت متجوزة قبل كده بس جوزها قتل نفسه ووريت لها المعمل بتاع سباستيان وإن ممنوع حد يدخله بعد كده كيثي اتخدت للطابق التاني اللي فيه كل المرضى اللي بغيبوه بها واللي عمرهم ما بيستقبله زوار كيثي لحظت إن شكلهم تعبان جدا وانزعجت لما واحد من المرضى تنفض فجأة بس ده طلع مجرد رد فعل عضلي لا إراضي وبعد ما اتطلبت باولا لمكتب كاسيدي كيثي فضلت تتمشل وحدها ولقيت مريض غيبوبة الوحدة في القوضة 25 وعلى عكس الباقيين شكله كان صحي جدا وعني مفتوحة ولما رجعت باولا وضحت إن اسمه باتريك وإنه باين بصحة كويسة علشان هو مشروع خاص بتاع دكتور سباستيان كيثي قربت علشان تقول له هاي باتريك تف عليها بس باولا برضو وضحت إن ده رد فعل لا إراضي يعني ما يقصدش إن يعمل كده بعد كده سمعت كيثي صوت غريب ولحظت راجل ماشي فجريت علشان توقفه ولما لف بان وشه مليان ندبات جات باولا وقالت لكيثي سيبي يمشي وشرحت لها إن ده اسمه مستر فريزر وإنه مسموح له يتمشى في المكان برحته هو كان تعرض لانفجار كهرباء وسباستيان صحة من الغيبوبة أخذت باولا كيثي لقودة فريزر علشان توري لها مجموعة الساعات اللي عنده واللي كانت السبب في صوت المنبه الغريب اللي سمعته كيثي كل يوم الساعة سبعة بالليل فريزر بيشتغل في منارة قريبة وكانت دي فكرة سباستيان علشان يساعد الراجل على التركيز ولما روحت كيثي جالها اتصال من طلقها بس هي تجهلته وفاجأة خضت من حد بيخبط على الباب بس اتضح ان دي باولا وجاية اخدها علشان يخرجه وفي البار قابله دكتور نفسي مع برنامج راديو اسمه براين وهدمت بي كيثي على طول تاني يوم واحد من مرضى بتوع الغيبوبة مات فاضطرت كيثي انها توديه المشرحة ورجبة الأسانسير وللمفاجأة المريض بدأ يتنفس وفاجأة مد إيده يخنقها وهي بتحاول تفك نفسها ضغطت على زر الأسانسير بالصدفة ووقف اخيرا فكت ايده من رقبتها ولما وصلوا لمشرحة قالت لسباستيان ان المريض لسه عايش والدكتور ما استغربش كل اللي قاله لها بعته تاني وقابليني في القوضة رقم 15 قبل ما يدخلوا القوضة شرح سباستيان تفاصيل التجربة بتاعته وفكر كيثي انها لازم تطيعه مهما حصل بعدين ادى باتريك حقنة وفضل يخزق في جسمه علشان يحفز نشاط المخ لكن ما فيش حاجة حصلت ولما خلص قال لكيثي تنظف وهي بتشوف شغلها كيثي تكلمت مع باتريك من غير ما تقصد وسباستيان زعق لها علشان كده بعد فترة جابت كيثي زرعة علشان تنور قوضة باتريك وبولا قالت ان ما فيش فايدة لان الزرع عمره ما بيعيش في العيادة لكن مع مرور الايام الزرعة نبتت وبقت جميلة وفي يوم وهم بيغيروا ملاية باتريك بولا اصرت ان كيثي تخرج مع برايان وضربزين السرير كان هيتسبب في قطع صوابعها لكنهم قالوا ان السرير بايز وفي نفس الوقت كيثي كمان جالها تليفون من الاكس بتاعها لكنها تجهلته لما سمعت باتريك بيتف قررت انها تحاول تتكلم معاه لكن كاسيدي سمعتها وزعاقت لها ايديها ترعشت وهي بتتكلم وفي الاخر رامت اللي في الصينية اللي كانت شايداها وفي الويك اند كيثي بتتصادف مع برايان في مدحف وبتسأله عن رأيه المهني في وعي المرضى الغايبين عن الوعي لكن برايان بيفتكر ان الرعشات اللاقراضية ملهاش معنا وهو بيتكلم بيجي له مكالمة من رقم مجهول ما بيردش عليها في الوقت المناسب وبعدين بيدعو كيثي تشرب معه في انجان قهوة ولما بتوافق بيتف عليها كيثي بتقرف وبتسيب المكان وبرايان باين علونه محتار ومش فاهم ايه اللي حصل وبعد كام يوم واثناء ما ساعت في ريزر بتدق كيثي بتعدي وبتلاحز مريضة قاعدة لكن لما بتدخل القوضة علشان تتأكد بتكتشف ان المريضة نايمة بشكل طبيعي ومع اهتزاز الضوء كيثي بتقرب علشان تشوف كويس بس بتتفزع بسبب ظهور شبح وراها وبتوقع الصينية ما بتلاقيش حاجة وراها فبتقوم تشيل الصينية مرة تانية وبتتفاجئ انها بتعكس نعكاس الشبح لكن لما بتلف برضو ما بتلاقيش حاجة والمرة اللي بعدها بتشوف فيها نعكاس غريب بتلاقي فريزر بيتمشي حواليها وبالليل براين بيروح عند كيثي في بيتها وبيعتذر عن اللي عمله وبيعترف انه مش فاكر ايه اللي حصل وبيقضه سوى امسية جميلة على العشاء لحد ما بييجي ايد اللي كان مرتبط بكيثي زمان ايد رفض يمشي لما كيثي طلبت منه يمشي لكن ما عندوش اختيار لما براين وقف في صفها كيثي كانت متضايقة زيادة عن اللزوم علشان تكمل الصهرة فطلبت من براين انه يمشي لكنه اصار انه يفضل علشان يحميها وفجأة ايد براين بدأت تترعش والكوباية اللي كان شايلها انفجرت وخلت ايده تنزف وبعد ما كيثي ودت براين المستشفى رجعت للعربية وادهت كهربت من الباب بعدين بالليل براين رجع لبيت كيثي والامور سخنت ما بينهم وفي وسط لحظاتهم كيثي اتصدمت لما شافت براين بيتحول لباتريك اللي بدأ جسمه يتعفن كيثي صرخت وضربته في بطنه لحد ما صحت من نوم براين كان نايم جنبها لكن لما لفلها لقيته تحول لباتريك مرة تانية وبعدين كيثي اكتشفت ان ده كمان كان حلم وانها لوحدها تاني يوم كيثي راحت الشغل وكشفت على باتريك ولما افتكرت الحلم الازاز اللي على الشباك اتكسر وازى النبات وبعد كده لما سباستيان عمل اختبارات على باتريك عرق ايده علشان يجبره على رد فعل لكن برضو ما حصلش حاجة ولما كيثي جات تنظفه باتريك تفى عليها تاني ولحظت انه بيعيت بدأت تسأل نفسها اذا كان حاسس بالألم وتفى عليها تاني ففهمت انه بيحاول يتواصل معها تفى واحدة يعني ايوة وتفتين يعني لا كيثي بدأت تسأله اسئلة وعرفت انه سمعها وكمان حاسس بيدها لما بتلمسه وهي بتلمس اجزاء جسم المختلفة علشان تختبر احساسه بصت ناحية اعضاء التناسلية واستعدت انها تلمسها بطريقة قذرة لكن كيثي دي مسكتها متلبسة بالجريمة حاولت تشرح ان باتريك بيحاول يتواصل لكن كيثي دي رفضت كلامها وقالت لها تبطل التصرفات الوحشة دي وقالت لها ان كل المرضى بتاعهم بيبقوا احسن لو كانوا ميتين في اللحظة دي سباستيان جاء وطلب من كيثي انها توضح له الاكتشاف بتاعها لكن لما حاولت تتواصل مع باتريك تاني مفيش اي رد فعل ومن خيب اتأمله سباستيان جاء بتوضعها من المكتب وقاتلها بسكينة في المخ وبعدين خلاها تتحرك بالكهرباء ده كان درس الكيثي ان انقباض العضلات اللا اراضي ملوش اي معنى وبالليل كيثي دي يحاول يدخل قوضة باتريك لكن باب القوضة تقفل لوحده باتريك بقى عنده قوة نفسية واستخدمها على الكمبيوتر اللي في القوضة علشان يتجسس على كيثي على السوشيال ميديا تاني يوم سباستيان عمل اختبارات على باتريك تاني وبعدين طلب من كيثي انها تكتب الملاحظات اللي سجلتها اول ما كيثي فضيت سألت باتريك ليه ما عملش رد فعل قدام سباستيان وكلمة سر ظهرت ثلاث مرات في اللحظة دي بولا جات علشان تطلب مساعدة كيثي والكلام اختفى والمرة اللي بعدها لما سباستيان عمل اختباراته على باتريك استخدم جهاز علشان يكهربه في دماغه كيثي اعترضت على طول علشان شايفة الطريقة دي غير اعدامية لكن سباستيان فكرها بمكانها وان هو المدير في الاخر برضو الطريقة دي ما جابتش رد فعل من باتريك برضو وبعد فترة كيثي زارت ايد واتفقوا انهم يحاولوا يرجعوا علاقتهم تاني وفي العيادة باتريك استخدم قوته علشان يدور على رقم ايد على الانترنت ويتصل بيه اول ما ايد شاف كلمة رقم مجهول على الشاشة باتريك سيطر على عقله وخلاه يحط ايده على البتجاز علشان يحرقها كيثي بتساعد ايد انه يخرج من الحالة دي وبتوديه المستشفى وهناك الدكتور بيقولها ان ايد ايد ما فيهاش اعصاب نهائي بعدين في الشغل كيثي بتزور باتريك وهو بيبدأ يتواصل معها بالكتابة على الكمبيوتر هو بيأكد لها انه لسه سمعها لكنه بيرفض يشارك سره مع سباستيان لما كيثي بتروح البيت بتبدأ تدور على موضوع القوى النفسية لكن الانترنت بيقول انه مفيش حاجة اسمها كده فبتقرر انها ترجع لعيادة وتتكلم مع باتريك اللي بيشرح لها انه كان صاحي دايما هو بس بيوريها قوته علشان هي بنت طيبة ولما بيشوف بولة في القوضة كل الكلام بيختفي من على الشاشة قبل ما تقرأ تاني يوم كيثي بتزور ايد في المستشفى وهو بيشرح لها انه فاكر حاجة عن اللي حصل والدكاترة بيقولوا ان السبب في كده حالة مرضية بالليل سباستيان بيكهرب باتريك مرة تانية وبعد ما ميشي كيثي بتقول لباتريك انها عايزة تساعده لكن هو بيقولها انه مش محتاج مساعدة لكنه محتاج دكتور بعدين كيثي قالت لسباستيان ان باتريك بالمعدل ده هيموت بس هو تجهلها وبالليل كيثي دورت على معلومات عن حثة باتريك على الانترنت وما لاتش حاجة وراحت ايلة لبراين على الاجراءات الغير اخلاقية اللي سباستيان بيعملها هو وافق يساعدها باستخدام مصادره كصحفي لاني يوم باتريك قال لكيثي انه مش بيخبيها هو بس بيرائبها علشان يعرف عنها اكتر ويحميها وبعدين بثوان سباستيان زعق لكيثي علشان نشرت اشعاعات عنه لان براين بدأ يسأله اسئلة شخصية وبعد كام يوم كيثي كانت بتكلم باتريك وفجأة فريزر شغل منارة المنارة اللي قدت لقطع اتصال باتريك كام ثانية ولما رجع باتريك اصاره انه مش محتاج مساعدة وفتح الباب لكيثي علشان تمشي وفي نفس الوقت سباستيان استقبل رسالة صوتية من المدير بيقوله انه مجلس الادارة طلب اجتماع طارق بسبب الاشعاعات فلو ما جابش نتائج فورية المستشفى هتتقفل وفي نفس الوقت براين كان بيسوق برى البلد وحاول يكلم كيثي وفجأة موبايله سخن جامد لدرجة انه اقع منه والموبايل ساح على كرس العربية وبعدين العربية صراعت لوحدها وبراين مش عارف يوقفها العربية كسرت سور ووقفت على حفة الجبل فبراين حاول يفك الحزام علشان يخرج لكن الحزام كان بيصعقه كل ما يلمسه وبعدين شده بقوة الوراء علشان ما يخرجش براين صرخ والعربية وقعت من على حفة الجبل وتاني يوم كيثي تجننت لما شافت سباستيان بيصعق باتريك تاني ففكت جهاز الصعق فسباستيان شتمها وطردها وبعدين قال له انه قرب يحقق هدفه وانه هيندم على انه استخبأ التجربة بتاعت سباستيان خلت باتريك يموت فبولا دخلت تعمل انعاش قلبي رئوي وفي نفس الوقت كيثي ادت باتريك حقنة ادرينالين باتريك عاش لكن كاسي دي طردت الممرضين برا القوضة وبعدين قالت لابوها ان باتريك اتبعت علشان يعاقبهم لكن سباستيان قال لها انه هو ده جزتهم وانه مش هيوقف التجربة في الوقت ده كيثي بتلاقي فريزر بيكح وبيعاني من صعوبة في التنفس بتحاول تفتح بوقه بس هو بيعضها فريزر بيهدى ويبص على الراديو اللي بيغير المحطات لوحده وبيقف على محطة بتزيع خبر وفاة براين كيثي بتجري ناحية سباستيان في غضب وبتتهم انه هو اللي قتل براين فبيتردها سباستيان تاني كيثي بتجري بره وبتطلع عربتها وهناك بتلاقي فريزر في المراية بيقولها لو سبت المكان هتبق انت السبب لكن كيثي بتقرر تمشي برضو وجوه العيادة كاسي دي بتمسك سيرينجا خاصة وبتورلهم ان هي اللي قتلت الممرضة اللي فاتت بعدين بتزور كيثي بيتها وبتقول لها ما تجيش العيادة تاني لان ابوها ده راجل خطير قبل ما تمشي بتديها فولدر في ملفات باتريك كيثي بتقرأ الملفات وبتكتشف ان باتريك كان عنده علاقة وسواس مع امه كمان قتل اتنين وحاول يقتل نفسه كاسي دي بترجع العيادة وبتألف قصة عن مريه الطوارئ علشان تخلص باستيان وباولا يمشو وبعدين بتروح على قودة رقم خمستاشر وبتحاول تتبح باتريك بمقص لكن باتريك بيستخدم قوته علشان يخليها تسيب المقص وفي البيت كيثي بتاخد دوش وبتبدأ تجمع كل الخيوط مع بعض وبتكتشف اخيرا ان باتريك كان بيتحكم في الرجال اللي في حياتها كلها وان هو السبب في كل الحوادث الغريبة اللي بتحصل بتحاول تتصل بأد علشان تحذره بس بترسل رسالة صوتية بتقوله يجري بعدين بتدص في المراية وبتقرأ كلمات انتي ملكي مكتوبة على المراية كيثي بتزعى وبتقول انها عمرها ما هتبقى بتاعت باتريك وبتقول انه الطفل يائس والمراية بتتكسر الرسالة الصوتية بتسجل كل اللي حصل وقيت بيسمع كل حاجة بس لما بيحاول يتصل بيها مش بترد كيثي بتشيل الازاز من على جسمها اللي بينزف وبعد ما بتسترد عفيتها بتجري ناحية عربتها وبتلاقي باتريك في المراية بس بتمشي بالعربية برضو وفي العيادة كاسدي بتروح المعمل علشان تقفل الكهرباء وبتنو تقفل جهاز دعم الحياة بتاع باتريك باتريك بيبدأ يرمي حاجات عليها باستخدام قوته وبعد ما بتتفداها شوية من الازاز المكسور هجموها ما ازهاش جامد وكاسدي كملت فباتريك رمع عليها شوية سكاكين جراحة وضربها بالباب ده برضو ما كفاش علشان يوقفها وكاسدي وصلت لشبكة الكهرباء لكن باتريك استخدمها علشان يكهربها وكاسدي بتموت ببطء باتريك بيجيله فلاش باك من حياته القديمة بيفتكر انه كان بيرائب امه وهي بتعمل حاجات غلط مع حبيبها فامه زاقته علشان كده وقالت علي انه منحرف حتى انها بدأت توريج اسمها واستفزيته بيه قبل ما تقفل الباب في وشه وفي الوقت ده سباستيان رجع ودخل معمله لكن باتريك قفل الباب وبعدين جاء ايد واستقبلته بولة وحركتها الروبوتية وعدم كلامها بيظهر ان باتريك مسيطر عليها هي ودت ايد قوضة تانية وفتحت الفريزر الكبير لما لمسته فبعدت حاولت تاني ودخلت ولقيت بولة بتلف حواليها كيثي حاولت تمشي وراها ووصلت للحجرة الرئاسية تمعت مريض بيهمس ان باتريك عايزها تلمسه المريض نطحها لما قعد فجأة وخلها تقع بولة بتتفرج عليها لثانية قبل ما تمشي ولما كيثي وقفت كل المرضى قعدوا علشان يقرروا ان باتريك عايز يلمسها كيثي صرخت فيهم علشان يسكتوا وجريت ورا بولة اللي بعدتها بزقة من التحريك الزهني وبعدين الأسانسير اتفتح ووقفت بولة على حرفه فكيثي بتترجى باتريك انه يسيبها تمشي بولة فائت ووقعت لتحت لكنها عاشت وجسمها بس لتكسر للأسف باتريك نزل الأسانسير وكسر ظهرها كيثي المتضمرة جريت على القوضة 15 بس ما قدرتش تفتح الباب في اللحظة دي جالها رسالة من باتريك بيقولها بحبك لكنها رفضته وبتسأل نفسها لو ده نفس الحب اللي كان عند باتريك لأمه باتريك في اللحظة دي بيجيله فلاش باك تاني من حياته الأديمة بيوضح انه كان غضبان جدا من أمه لدرجة انه كهربها هي وحبيبها وهم بيعملوا حاجات غلط في البانيو لما رمى التلاجع عليهم وهم جواه وصعقهم كيثي كان بتدور على ايد في كل حتة وباتريك بيبعت رسائل تدلها على مكانه زي كلمة بارد وكلمة دافي لحد ما وصلت للمعمل وشافت مناظر بشعة وجثث متقطعة وكمان كاسيدي وهي ميتة وسباستيان واقف بياكل ضف دعني سباستيان حاول يهرب لكن باتريك مسكه وحاول يصعقه بالكهرباء لكن فريزر دخل وساعده على الهروب كيثي حاولت تهرب لكن باتريك قفل عليها الباب وسباستيان رجع تاني ومسك جهاز الصعق وحاول يصعق باتريك بيه لكن الجهاز انفجر في وشه باتريك حط السماعات في ودان سباستيان وشغل اغنيوته المفضلة ومسك ايده على الجهاز علشان يصعقه فريزر بيحاول يساعده لكن قبل ما يقدر يفوق الجهاز بيسمع صوت الساعات وبيجري علشان يشغل المنارة وساب سباستيان يموت المعمل بيبدأ يفتح وكيثي بتجري برا علشان تكمل تدور على اد لحد ما بتلاقيه في الفريزر كيثي ما بتعرفش تفتح الباب وبتتفرج على ممرضة ميتة ظهرت وراء اد علشان تخنقه باتريك بيبعت رسالة نصية لكيثي بيقولها تنضم لي لو عايزة تنقذ اد كيثي بتجري على القوضة 15 وباتريك بيديلها سرينجة سباستيان وبيطلب منها تاني تنضم لي لما بتسمع صوت الساعات بتفتكر ان منارة الضوء بتقطع قوة باتريك لمدة كم ثانية فبتعمل نفسها تنضم لي وبتبوسه باتريك بيفتكر لما خلص على امه في البنيو وفجأة اشتغلت منارة الضوء وكيثي ضربته بالسرينجة السرينجة انفجرت وطلعت طاقة قوية زاقت كيثي الوراء وخلت حاجات كتير تطير في الهواء وبعدين الطاقة رجعت لجسم باتريك وقتلته وخلت الممرضة الميتة تقع وتسيب اد اللي جري بسرعة علشان يقابل كيثي وفي فلاش باك ظهر ان باتريك عيط بعد ما قتل امه واحساسه بالزنب خلاه يلمس الكهرباء علشان يموت نفسه وفي الوقت الحالي جسم باتريك طار فاجأة من الشباك وترامع على اسنان الصور واعنيه بتتقفل اخيرا وبعد فترة كيثي بدأت تشتغل في عيادة جديدة وبتعمل تجارب على اجسام باتريك وكاسيدي وسباستيان ولما عملية الصعق بالكهرباء بدأت هي صحت في بيتها مع اد لكن الشباك اتقفل لوحده ودي نهاية الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة